في كتير من صناع المحتوى كانوا من البداية ولا زالوا على نفس الرشة زي ما احنا بنحكي على نفس النفس سون كينغ نشر بوست حكى فيه انه صار عنده التوب كنتري على الانستغرام عمان جوردن سيمبلي رح نوصل للتحرير وان شاء الله رح نوصل له أحمد انت بالبداية كان محتواك هو سرد القصص صحيح فمع بداية العدوان حولته وصرت تحكي عن الأوضاع بغزة أدي هذا الوضوع اليوم مهم بوجهة نظرك أول شي هو خلينا نقول للناس ما عندها أصلا نفسية أو قابلية أنها تشوف أي نوع تاني من المحتوى أهم من اللي قاعد بصير بغزة لأنه انتشر على مستوى العالم كلياته ومش إشي بسيط اللي عم بيصير هناك فكان أصلا خلينا نقول إشي من الضروري أنه الواحد يحول المحتوى تابعه ليحكي عن هذه الأشياء طبعا مش من مبدأ تحويل المحتوى بقدر ما هو من مبدأ أنه هذا أقل إشي ممكن أن نقدمه للناس الموجودين هناك إخواننا موجودين هناك إحنا موجودين هناك هذا أقل شي ممكن نعمله أنه أتليست نحكي عن الجرائب اللي عم بتصير هناك عن الجرائم الحرب اللي عم بتصير قدام كل العالم وما حدا يعني هم بالبداية كانوا متبعين سياسة أنه هم في إلهم رواية في الموضوع في إلهم سردي يعني هاي كانت أحد خططهم ببداية الحرب فكان لازم التصدي إلها خلينا نحكي أحمد في وقت من الأوقات قل بلشت يجوز نشوف قل النشر شوي أو قل كلام عليها من الحبة اللي صارت اللي كلها صارت تحتي بها بموضوع القضية أو أنه قلت أيضا ترجمة الفيديوهات اللي كانت تطلع أنه هي بلغات ثانية أشقد هي أهمية وجود ترجمة على الفيديوهات وأيضا أهمية وجود أنه إحنا ما نوقف نظل إحنا مستمرين بالليد أن نسوي صحيح كلامك صحيح هل أشوف إحنا خلينا نكون منصفين ما منقدر نعمم بشكل عام في كتير من صناع المحتوى كانوا من البداية ولازالوا على نفس الرشة زي ما إحنا بنحكي على نفس النفس وهم لازالوا بيحكوا بالمحتوى كل ياته عن القضية الفلسطينية وعن اللي بيصير وبيترجموا فيديوهاتهم للإنجليزي ولكن خلينا نقول فيه ناس انضمت بفترة من الفترات حكت عن القضية كونه هو الإشي الدارج اللي عم بنحكي فيه هلأ وبعدين ردوا رجعوا لحياتهم الطبيعية لا عتب بأنه نحكي عنهم خلينا نركز على الناس اللي مهتمين بالموضوع جزئية أنه ترجمة للإنجليزي أو لا في بعض الرسائل حتى أنا بفيديوهاتي ترجمتها للإنجليزي لأنه كان الهدف هو العالم الغربي أنه يفهم هاي الرسالة أو أنه يشوف هذا النوع من الجرائم أو هذا النوع من الأشياء اللي احنا عم نكشفها للعالم وفيه أشياء كانت الرسائل فيها للعرب يعني مرات أنت عم بتشوف هلأ بالتعليقات فيه فتنة عم بتصير بيننا يزلمية صح فأنا ما بهمني الأجانب أني أترجم لهم وأورجيهم أنه عم بصير في عنا فتنة بقدر ما أني أنا بخاطب العربي اللي زي زيه مشان نوقف هادا الإشي فهاي هي بس فكرة أنه إحنا فيه شغلات بنترجمها للإنجليزي وفيه شغلات ما بنترجمها للإنجليزي لهاي الأسباب يمكن ميتعمد أن نحطها بالعربي عشان خاطب العرب بالزبط بالزبط بش بس أجنبية يمكن مع العرب صحيح أحمد اليوم من خلال نشرك كمحتوى هل لاحظت ردة فعل من الناس الأجارب مثلاً أنه قالوا لك أنه إحنا ما كنا نعرف أنه هاي المعلومة مثلاً على الاحتلال فإنه أنت فاجأتنا هاي المعلومة طبعاً يعني أنت شوفي من البداية بعرفش إذا بتعرفوا فيه فيه إنستجرام أكاونت لواحد اسمه شون كينغ طبعاً استضافتوه أصلاً استضافنا عني صح شون كينغ هو نفسه كتب بوست قال بحب أعرف حالي للناس الجديدة شون كينغ على فكرة خلينا نقول هو كان يتابع أو عرف أو مثلاً أخذ شوية معلومات من صناع المحتوى العرب وعرف عن القضية أكتر تأثر وهو أمريكي وشاركنا بأنه صار يوم المحتوى عن القضية بلغته باللغة الإنجليزية وينشر لأنه كان عنده جمهور أمريكي ولكن شون كينغ يعني أنت على سبيل أنه فيه ناس تبعوني من هناك كمان هو فيه ناس تبعوني من هون شون كينغ نشر بوست تحكى فيه أنه صار عنده top country على الإنستغرام عمان جوردن يعني صار أغلب متبينه من الأردن بصير فيه تبادل فلا يعني أنه أنا والله مثلاً بنشر بالإنجليزي أنه ما بوصل لا بوصل 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 والناس بتشوف وفيه تعليقات بالإنجليزي وفيه ناس بتعمل شير هناك هذا أهم شيء أحمد تلقيت صعوبة في أنه لما تحاول تحصل على معلومات من مصادر الاحتلال هناك طبعاً شوف الصعوبة بأنه أنا لما بدور عن شغلات بدي أحكي عنها بتخص الاحتلال بدك تجيب مرات مصادر من عندهم هم أنا كوني ابن الأردن وابن فلسطين وإحنا شعب واحد وإحنا أقرب شعبين على بعض وبنعرف شو اللي بصير هناك فعلاً لما لاقرأ المعلومات بصير أضحك يعني كذب وتدليس عيني عينك يعني كل إشي إلنا بيقلبوه إلهم صحي دائماً ذاك اليوم حتشينا عن سالفة الفن والموسيقى فقلت لهم الفن صار هو عامو بنعمدة المقاومة على أغنيتها الراجعين صح حس نفس الوقت هس الإعلام دخل ودخل بقوة أيضاً نقدر نسميه هو أحد أعمدة المقاومة هس اللي ذا يصير هناك لو إحنا استمرين على هذا المستوى ولقد دام لو قد دام ظلين إحنا نفس الإشي وإحنا مستمرين وكل إحنا إيدي وحده من ظل إحنا ننشر شون رح يصير بالمستقبل كوجهة رأي إعلامية وصانع محتوى رح نوصل للتحرير سيمبلي رح نوصل للتحرير وإن شاء الله رح نوصل له إن شاء الله لأنه شو اللي كان مأخر وشو اللي كان مانع إنه حدا يحكي بالموضوع هذا كله ما حدا يفكر بهذا الموضوع إنه إعلامياً كان ميت وهم كانوا يمارسوا كل أمراضهم النفسية اللي هلا عم بيعملوها هناك لأنه ما حدا عم بيغطي إعلامياً